سرعان من تفض النواب الإسلاميون وقرروا الانسحاب من جلسة البردمان الكردستاني التي عقدت اليوم حال البت بمناقشة مشروع قرار يعطي الحكومة الحق في الحصول على قروض من دول ومؤسسات دولية باعتبار أن هكذا قروض ربوية ومخالفة للشرع الإسلامي طلبنا ونطلب الرئيس الأقليم بأن لا يوقع على هذا المشروع وأن يرفضه لأنه كما تعلمون بسبب ستضرر الاقتصاد الأقليم كثير جدا وكذلك النقطة الأخرى التي تحسب لها أكثر من 98% أهالي كردستان مسلمين ويرفضون أي مشروع يخالف ثوابة الشريع الإسلامي ومنها المواضيع الربوية المؤيدون لتشريع القانون يؤكدون أن لا طائل من وراء الاعتراضات إذ هي ليست سوى محاولات لتحقيق مكتسبات سياسية على حساب أوضاع الإقليم المالية مشيرين إلى الكم الكبير من الدول الإسلامية التي تنتهج وسيلة الاقتراض من البنوك الدولية لسد العدز في ميزانياتها هذا الأمر مهم جدا لا أدري لماذا يعترضون ونحن نمر بأزمة مالية حادة كل الدول الإسلامية تقترق فما المانع بالنسبة لنا أما بخصوص دستورية عملية الاقتراض الكردي من المؤسسات الدولية فإن نوابا في اللجنة المالية بالبردمان يشيرون إلى أن العملية لم تواجه بالاعتراض من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي اشترط تزديد الإقليم بنفسه لأي مبالغ يقترضها من تلك المؤسسات في المستقبل آلاف المشاريع الاستثمارية متوقفة هذا القرض الأموال المقترضة بحسب هذا القانون سوف يساعد على النهوض بهذه المشاريع آخر تصريح لحكومة العبادي ووزيرة المالية العراق يقول بأن حكومة إقليم كوندوسان تستطيع أن تريض ولكن سداد القرض يكون من مسؤولية حكومة الإقليم وليس من مسؤولية حكومة العراق يحاول الإقليم تصحيح مسارات وضعه الاقتصادي عن طريق الاقتراض الخارجي مع ما قد ينجم عن ذلك من اعتراضات داخلية أو خارجية يوسف المندلاوي الحرة أربيل